اهلا بكم ما زل الخميس متواصلا برونقه المتفرد وطعمه الجميل خلينا نقول انه الاسنان عناية ورعاية وإلا العقبة ستكون وخيمة يا جماعة السنان ما بتسامحش وعلى فكرة برضو من الحاجات المعروفة اوى على السنان انها سريعة التأكل سريعة الانتقام سريعة اخذ الحق سريعة العقاب اول ما تهملها مفيش ايام واسابيع ما بتوصلش حتى لشهور إلا ما تلاقي السنة دي بدأت تتعامل معك بطريقة رهيبة جدا تعالوا شوف مع بعض كده القصة بتبدأ ازاي القصة بتبدأ بان حضرتك تهمل ومتبقاش فاهم ان السنة السوسة على فكرة قوية وعنيفة الانسان وهو صغير عنده اجسام مضادة ومناعة قوية ولما بيكبر المناعة دي بتحميه وبتحميه من كل حاجة المناعة كده عاملة زي الملايكة بتحميه بقى من الجرسيم والميكروبات واواء الاخرى قاعدة قاعدة جيوش قاعدة على كل حتة في جسم والمناعة موجودة برضو في البق بتحمي واقول ما بيجي الميكروبات عايزة تدخل الجسم على طول بتبدأ معركة تحصل ما بين المناعة وبين هذه الميكروبات زي ما تشكورة بالزبط الملعب بيكون البق وبتنتصر ساعات طبعا المناعة واحيانا تنتصر الميكروبات لو انت أهملت لو انتصرت الميكروبات يا معلم اعرف انه هي المسألة مسألة ايام الميكروبات تنتصر امتى لو انت بقى غسلتش سنانك ما نضفتش بالمعجون ما استخدمتش الخيط ما استخدمتش الجت بتاع المياه اللي هو لازم نستخدمه دلوقتي تبدأ الميكروبات تبدأ تعمل مساكن مساكن شعبية وتبقى سنانك مساكن شعبية على وزن قلبي مساكن شعبية الاغنية الجميلة بتاعت الرائع محمد منير الميكروبات خلاص في مساكنها الشعبية تبدأ تعمل بقى حفر وتعمل زي يعني وطبعا معارك بقى طبعا ايه فين المناعة تقف قدام هذه الجيوش الطاحنة لازم مساعدين المساعدين بقى طبعا لازم اسنان تتزبط وهو الاخر الميكروب لما بيبدأ يتكون سرعانا ببينتشر ويبدأ يصل الى العصب ويبدأ يأكل العصب ويبدأ يعمل لك ألام والله يروح الدكتور السنان واتدخل في الوقت المناسب هيبدأ يتعامل مع الامر سبته هتبدأ السنان كلها هتبدأ تلتهب ويبدأ الامر يصل الى مرحلة بقى ان السنة تبوض طبعا انت لو لحقت خلاص كده امان كل حاجة سلامة سليمة لكن لو ما لحقتش هتبدأ بقى اجزاء من السنة تروح بالتدريج وتبدأ السنة وكأن لم يكن وتحتاج الى زراعة طيب انت لو اهملت ده كمان وما عملتش زراعة السنة مفقودة ايه اللي هيحصل ده اللي هنفهمه النهاردة الحوار مثير للغاية واكيد اكثر اثارة عندما يكون الحوار مع واحد من اصحاب الكاريزمة الخاصة جدا والحضور الطاغي جدا في عالم الاسنان الحقيقة انا في رأيي ان هو غير ان هو طور اجزاء مهمة جدا في عالم طب الاسنان نتكلم عنها النهاردة وايضا من مطوري الحوار الاعلامي في هذا المجال حواري هيكون مع ضيف العزيز الاساس الدكتور نور الدين مصطفى الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيو يورك تحت مطوري حشوات الاسنان التجميلية اهلا بك دكتور نور واحشنا جدا جدا طبعا الدكتور نورك كمان عضو جمعية دولية لزراعة الأسنان بجماعة نيويورك دي حتة مهمة جدا لكن خلينا أقول بما أنك أنت عضو جمعية الدولية لزراعات الأسنان بجماعة نيويورك ودي جامعة رائعة وهي من أول الجماعات في التجميل تحديدا ودي أول ناس اهتموا بتجميل في العالم وكان معظم الناس في مصر بشهر له تجميل واخدين دراستهم من جماعة نيويورك ويتي اهتم أول بزراعة أوي ويتي طور على يعني اهتمد أنت بالزراعة في وقت من الأوقات يعني برضو عادت تقولي أنا مش تكلم عن الزراعة مثلا لمدة 6 شهور وعادنا يمكن مثلا 3-4 شهور متتالين اتكلم عن الزراعة ليه؟ ليه ويتي اهتم بزراعة طورها بهذه الدرجة وزي وصلتوا إلى أنه انتوا في المركز تتقدموا في نفس الوقت كمان عايز أقول ليه اهتمد قوي بالزراعة في الوقت من الأوقات الأول لازم نبقى عارفين أنه احنا أطباء فالطبيب دوره الأساسي العلاج وأنه يوصل الحالة لأحسن وضع ممكن طيب التجميل احنا الحمد لله من أول الناس اللي اشتغل التجميل في الشرق الأوسط ومن أكتر الناس اللي بتعمل فيه نتائج هيلة بالعكس الناس بدأت بدل ما كنا من عشر سنين المصر أو الناس اللي في مصر بتطلعوا لكن أنا عايز أطلع أعمل برة واروح أمريكا واروح أعمل سناني عشان أبقى متطمن العكس صحيح احنا نهاردة الناس في أمريكا اللي هي معقل تجميل الأسنان هما اللي بدأوا ييجوا عندنا وكتير لأن الحمد لله احنا بنستخدم أعلى تكنولوجي وبنعمل بروتوكول تجميل الأسنان زي الكتاب طول ما انت بتشغل زي الكتاب هتلاقي كل النتائج بتاعتك مزبوطة السمعة بتاعتك بتبني سنة ورد تانية فخلاص فأنت بتبقى وصلت المرحلة معينة من الاحترافية وان الناس خلاص بتصق فيك طيب أنا بقى دوريك يا دكتور دكتور طبيب مش ان أنا أركز بس في التجميل لأن التجميل على قد ما هو مهم جدا 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 في حياتنا بس في حيات مهمة تانية كمان فيه ان أنا أقدر أخليك تكون بتاكل وبتشرب أخليك تعود الجزء اللي انت فقدته لأن كان فيه فترة طويلة وديه مشكلة في مصر فيه أجيال كتير قوي تربط على ثقافة خلع الأسنان فبقى عندنا أجيال وناس كتير قوي ما عندهاش أسنان طيب ده ده هنسيبه هنسيبه واحد كبير مثلا عنده خمسين ستين سنة خلاص هو مصيره نبقى بركب طاق خلاص هو محروم من لازة الأكل محروم من القدرة على الأكل بشكل سليم أكيد لا أدوري كطبيب ما يخلنيش أسمح بالمصر تبقى ده الوضع اللي فيه لا نحن دورنا نحن نحسن الحالة الحياتية للناس طيب الأسنان بكل فرحة بيميزها نقدر نقول الظاهير الرأى للتكنولوجيا طيب يعني في الزراعة أنا متصور أن الزراعة كل أسبوع لو عملناها لحلقة هنلاقي كل أسبوع فيه حكي حكي والجديد يكمن في حاجات كتير وأولا مواد للزراعة اللي بتستخدم بالزبط التكنولوجيا بتاعت طريقة الزراعة نفسها بالزبط التكنولوجيا هنا هي اللي بتخدم التجميل نفس الكلام أنت عندك الفينير والليمونير والحاجات دي كلها وراها برضو ظاهير جامد جدا في شركات بتنفس بعض بالمليارات ورانا تركيبات عندك الزركونيا وعندك البرسولين وعندك أنواع البرسولين وهو الأخير والإيميكس وشركات بالمليارات وأجهزة بالمليارات طبعا فده يدي انطباع أنه هذا الفيلد خصوان الزراعة بقى أنه بتقدم تقدم موزهل طبعا جدا إيه أحدث حاجة هو ده السؤال اللي لازم أعسلوك بزبط بزبط إحنا طوله عمرنا بنتكلم في الزراعات على أن أحسن حاجة موجودة في الزرع حاجة اسمها تيتيني مطايف فور تمام وإحنا فعلا عارفين ان تيتيني مطايف فور ده نتائجه هيلة جدا وبتوصل ل95% نسبة النجاح طيب الشركة دي بقى قامت مطورة حاجة وهنا أنا هقولي الاسم العلم التاحها علشان الناس بعد كده لما نروح للدكتور يقولوا حاجة أنا عايز الحالة تسأل الدكتور أنت من حقك كحالة تتطمن للدكتور وتعرف هو عارف ولا لا لازم تسأله طب هي المادة اللي مصنوعة منها الزرعة دي إيه الزرعة رقم واحد في العالم وأحدى الزرعة في العالم مصنوعة مادة اسمها روك سولد يعني نجيب ورقة وقلم ونتك كده اسم المادة إيه روك سولد صلابة الصخر ده الترجمة بتاعي روك سولد دي إيه فايدتها أو إيه الحدث اللي مش طبيعي فيها أو ده تيتينيوم ده تيتينيوم دي ألوي وألوي بالعربي يعني سابيكا السابيكا دي معمولة من تيتينيوم وزيركونيوم مش تيتينيوم بس دي اللي خلت فيه إنوفيييشن أو فيه حاجة نقلة في عالم الزراعة إنه قدر يعمل سابيكا فيها تيتينيوم وفيها زيركونيوم مع بعض فاديتنا في مهوليزيم لما أكون أعايز أعمل حاجة أنا مش بعمل حاجاتها بهزرد عشان أعمل حاجة جديدة وخلاص يا جماعة انا عملت زركونيا على تيتين يوم لا انا عملتها لسبب انا عملتها عشان خاطر اقول ان انا الزرعة بتاعت دي عندها تنسايل سترينت او القوة الفيزيئية بتاعتها اقوى بكتير من اي زرعة تاني يعني معظم الزرعات بيوصل تنسايل سترينت بتاعها لربعمية ميجا باسكال دي بنوصل وانا بقول ارقام دقيقة عشان اللي يخش داية الناس ليه ما تصدقش الدكتور اعتبر الدكتور اللي بتلعي تكلم ديك معلومة حضرتك خد المعلومة ودور خد المعلومة وتأكد احنا معظم الزرعات التنسايل سترينت بتاعها ربعمية ميجا باسكال زي ما احنا شايفين هنا احنا عايزين نقول ان احنا حتى لما بنكبر الزرعة هنشوف السيرفس بتاعها الناس دي متقدمين الاداراتهم هما بيشتغلوا على مستوى الزرعة على مستوى النانو تكنولوجي دا دا اللي يخلي الزرعة دي مختلفة عن اي حاجة انت قدرت تعمل كومبينيشن ما بين زيركونيوم وما بين تيتينيوم رفعت القوة بتاعت الزرعة دي للتسعمية وستين ميجا باسكال وما فيه الزرعة القوة بتاعتها تسعمية وستين ميجا باسكال طب دا يفدنا في ايه يفدنا ان فيه حالات ما يبقاش عندي عضم كفاية وفيه حالات بيبقى صعب ان انا حط فيها عضم وفيه حالات احنا اتفقنا ان اي حالة هنقدر نحط لها ان شاء الله عضم وانا هننقلها من اللي قدرة على الزرعة للقدرة على الزرعة بس باجراءات طيب لو فيه حالات مش عايزة تخش go through الاجراءات الكتير دي او انا اقدر اوفر للحالة اجراءات اكتر ما عملش عليه حمل الزرعة هنا اقدر احطها بسماكة 3 و 3 من 10 ملي وتبديني نفس القوة اللي ممكن احطها لزرعة 6 ملي يبقى انا هنا عملت ايه حطيت زرعة اصغر فما عملتش انفاجن ما عملتش منطح هيك لما يكون عندك عضم عرضه مثلا 7 ملي لو جيت تحط فيه زرعة 5 ملي فانت بقى عندك من هنا جزء رقيق ومن هنا جزء رقيق قابل جدا ان العضم ده احصل له مشكلة طيب لما تحط تلاتة والتلاتة وانت واصق مية في المية ان انت واخد نفس الفورس بتاعت الزرعة الاكبر هنا احنا جايبين دراسة خلينا داما نتكلم بدراسات وبعلم معظم الزرعات زي ما قلنا بتوصل السترينز بتاعها دي الهيلنج بتاعنا دي جري بص الالتقام بتاع الزرعة وصل لفين وصل لدرجة بتاعته القديه مهمة اوي لما اتعمل دراسة عشان يشوفه نسبة الفلير وانا بحب برضو كدكتور باتكلم احنا قلنا نسبة نجاح الزرعات كم في المية 95% طيب الخمسة في المية النسبة القليلة اوي على فكرة نسبة نجاح الزراعة 95% ده نسبة كبيرة جدا 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 في اي عملية في العالم وفي اي عملية في طب الاسنان الاصل طب 95% نسبة نجاح طب نسبة الفشل البسيطة اوي دي تيجي من ايه؟ بتيجي في فترة ما بين الاسبوع بعد الاسبوع التاني للاسبوع الرابع بيبقى عندي دي اسمها critical stage او مرحلة حارجة دي اللي معظم الزرعات بيحصل فيها مشكلة وجدوا ان الزرع هنا نسبة التقامها او الهيلينكا بسة بتاعتها سريعة جدا 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 في الفترة دي فبتديك سرعة في الالتقام فبتعدي مرحلة الخطر بسرعة ليه هي بتعدي برضو عشان نبقى عارفين معالجة السطح السورة اللي احنا جبناها في الاخر دي معالجة السطح للزرعة الروكسولد المتعالجة بقانه طريقة اول حاجة احنا السطح الزرع بنعرضه لحاجة اسمها sandblasting عمتا او تخشين برمل اسمه ترميل يعني تمام طيب لما انا اقدر لما يكون عندي مثلا مئة الف فتحة صغيرة جدا احنا السطح بتاعنا لازم يبقى فيه بورز او فتحات صغيرة قوي عشان الخلية العظمية تخش الاستيوبلاستي تخش جواه لما يبقى عندي مئة الف فتحة المئة الف فتحة فيهم عشر تلاف على قد الخلية تمام يبقى فيه عشر تلاف دخلوا في المية طيب لما يبقى عندي خمسة وتسعين الف فتحة من المئة الف فتحة على قد الخلية يبقى انا عندي كام خلية قدرت تخش وتمسك في سطح الزرع اكتر بكتير ده الفرق ان انت قدرت على مستوى تحضير السطح ان انت تعمل حاجة مظبوطة بالزبط ما انا ممكن اعمل زي ما تحكي اعمل مئة الف فتحة بس فيهم عشر تلاف اللي مناسبين لا انا عامل مئة الف فيهم خمسة وتسعين الف فده فرق كبير جدا تخلي الخلية العظمية تخش في مكانها مرتاحة فتمسك اسرع بعد كده كمان السطح نفسه معالج بطريقة اسمها هيدروفالك يعني بيحب السوائل فلما بيحب السوائل يبدأ الدم واللي موجود في العظم يبدأ يلاقي مكان اسهل ما يبقاش في حاجة بتبعده فيمسك اسرع يبقى ان هنا عملت زرع فيها حاجتين مهمين اوي قوة تخليني احطها بمساحات او باحجام قليلة وتقول قوية جدا لوجود الزركونية فيها والطريقة معاناة بتتعمل هم اول شركة استخدموا الزركونيوم بكولد تكنيك يعني بيعملوا القلوي على البارد وده الجديد مهو القلوي او السابيكة دايما السابيك بتعمل ايه بتسخن معايدن مع بعض بنسب معاناة شركة الشركة هنا من الاساس قبل حتى ما تستعمل الروك سوليد بتعمل القلوي بتاعها على البارد فبيديله سترنس اعلى دي دي تكنولوجيا يعني تكنولوجيا عالية قوي وسبسيفيك قوي مش شرط يعني الناس تعرف بس ان الشركة بتشتغل على تكنولوجيا مش موجودة حاجة جديدة خلصة هو اساسا فشل الزرعة كان بيحصل نتيجة بس ان العظم مجاش ولا نتيجة كمان انها ما تركبتش بالشكل الصح حلوة حاجة دلوقتي معاك احدث زرعة في العالم مش عدث الزرعة معاك ايه في ايدك حاجة لو حطيت الزرعة دي برا العظم خالص ربنا يكرم حتمسك في حاجة حتمسك في السماء ودي كاسس كتير شوفناها حضرتك لازم تكون مدرب كويس جدا علشان خاطر تعرف تحط الزرعة في مكانها انت عندك دلوقتي قلنا ان احنا قدرنا نوصل من الزرعة سمكها 3 و 3 من 10 ملي ينفع حطها بقى في عظم 2 من 10 ملي لا ما هتبقى براء تمام ينفع يبقى عندي عظم 8 ملي وقم حطيتها على حرف الزرعة على حرف العظم ينفع حطها بميل غير غير سليم فلما ييجي الفورس ينزل عليها بقى انا بعرضها هي عظيمة جدا سينفع عرض الزرعة لفورس هي مش مخلوقة علشان لقوة مش مخلوقة لقوة مش مخلوقة علشان نزيجة ان انا حطيتها بوضع مش مزبوط فهنا مهمة جدا انك تكون مدرب كويس جدا عامل خطة علاجية كويسة قوي عشان تزرع هنا حاجة مهمة جدا كمان في الزرعة الزرعة بتاعتنا بتعتمد في الكونيكشن او في الرابط بتاعها الجزء الداخلي للجزء الخارجي حاجة اسمها كونيكال كونيكشن كونيكال كونيكشن اقول لكو يعني الكونيكشن ده او الجزء الخارجي بيخش جوه الزرعة وبيحصل له تيبرينج يعني بيخش وبيصغر بيصغر هتشوفه هتشوف الرسمة بتاعته هتشوف الرسمة بتاعته دلوقتي اناوضح رسمي اهو كونيكال يعني رفاق اهو نازل عامل زال امع اه قمعين اه بالعربي كده تمام طيب ايه فايدة ان الزرعة يبقى الكونيكشن بتاع الجزء الخارجي والداخلي بتاعها كونيكال الكونيكال ده بيقلل الحركة بين الجزء الخارجي وجزء الداخلي يعني بيخلي اقل حركة ممكن طب لما الحركة تبقى قليلة قوي يديني حاجتين يديني استابلتي يديني ثبات للزرعة تاني حاجة لما يبقى مفيش حركة فانا مفيش بواي اكل ولا بكتيريا هتقدر تخش بين الزرعة وبين الجزء الخارجي وجزء الداخلي طب لما مفيش لا 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 مفيش بالزبط كده لا لا هو يجيب لك دلوقتي الحركة الاكل اللي اللي بيبدأ يتحق هتلاقي ان الزرعة اللي ما فاش كونيكال كونيكشن معرضة الى حد ما بص هنا وحنا بنأكل هتلاقي الزرعة اللي ما فاش كونيكال كونيكشن بص بتتحرك ازاي تعمل إريتيشن للسوف تيشو أو للأنسجة اللي حوالين يعني تعمل التهابات للأنسجة اللي حوالين الزرعة وتبدأ البواء الأكل والبكتيريا تتواجد في المنطقة دي تعمل لنا رواح مش مستحبة وتعمل لنا التهابات والالتهابات وحنا عارفين ان العظم ما بيحبش تالتهاب الالتهاب يبدأ يأكل في العظم فعلشان كده احنا حتى من قبل الزرعة دايما بنيت لا لا جماعة ده بسبب ان الحتة الخارجية ما دخلتش جوه الحتة الدخلية بشكل جوه مش مقفلة كويس فبدأ يعمل لنا تآكل في النسيج اللي حوالين الزرعة لكن الكونيكال كونيكشن بتقلل الحركة جدا 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 تزود الاستابلتي وبالتالي بتزود عمر الزرعة يبقى مش معنى كده بس ان انا كون عندي الزرعة رقم واحد كون عندي الزرعة رقم واحد وعارف فوايد الزرعة رقم واحد وبتعامل كمان الجزء الخارجي بتاعها بانه طريقة كونيكال كونيكشن بتقلل الحركة فبتديني كمان عمر اكتر للزرعة بتاعتي يعني احنا نتمنى ان الزرعة تقعد العمر كله تبقى لايف تايم تريتمينت وده اللي احنا بنسعاله بنسعاله انا والحالة انا بديله احسن حاجة بديله احسن زرعة بعمله احسن بلان زي ما احنا هنشوف دلوقتي انت زي ما حدك دلوقتي قلتلي ايه طب انت معاك الزرعة رقم واحد في العالم تمام وخدتها بس ما عنديش 3D ما بعرفش اقرأ 3D ما بعرفش اعمل بلاني هنا انا جبت الزرعة حطيت الزرعة في المكان الفاضي وببدأ اشوفها انت عارفوا انت لو حطيتها بالمنظر الاولاني ده انت برا العظم شفت اللفة بقى نحنا باللفة دي انت كده بتدخلها جوه العظم بالزبط لكن لو انت حطيتها اول حطة يعني حطيت الزرعة في المكان انت حطته في الاول من غير ما تكمل انت بقى محطوطة في اللسن ومراها ما هتمسك وهو زي ما بيقول بص انت لو ما عندكش التولز ما عندكش الادوات ومتعرفش تعمل معاها ومعاك افضل زرعة في العالم انت هتعمل يبقى افضل زرعة في العالم ولو عندك التولز وعندك الادوات وعندك الزرعة وما بتعرفش تعمل بلان برضو مش تعمل حاجة يعني لازم يبقى عندهمها الخطة العلاجية ودي اهم حاجة في اي حاجة الخطة العلاجية في الزراعة أو في التجميل هي سبب النجاح الرئيسي أو نقول عليه 95% من نجاح الحالة مبني على الخطة العلاجية دراسة كسافة العظم دراسة المسافة المتاحة لك دراسة العظم المتبقف هتحط زرعة بأنهي ميل وهتحط لها أباطمنت يعدلها قد إيه والأحمال اللي نزل عليها الأباطمنت اللي هو جزء الخارج الجزء الداخلي هو اللي بحط الزرعة وجزء الخارجي الأباطمنت اللي هنركب عليه استركيبة السن الخارجية عملت البلان بتاعتك دي حاجة اسمها بقى إيه يعني أنا خلاص خدت البلان طب أنا البلان اللي عملتها دي الدراجات اللي فيها دي أنا عملت دلوقتي أنا هخش جوه العظم بدرجة 18 ميل هل هو أنا مسك العظم بإيه دي هقدر أصبط 18 ميل دي بالملي لأ عندنا جايبين 3D برينتر أو دي أحدث حاجة تكنولوجي في العالم بنجيب برينتر بتطبع الجزء اللي أنا هزبط به دي ده اسمه سيرجيكال جايد يعني أو موجه للزرعات وإحنا شغالين بنتبحها بالكمبيوتر بأكرة 20 مايكرون تحطها في المكان بتاعك هي موجهاتك هكي ما تفكرش خلاص أنت أتعب قوي أتعب قوي قبل ما تشتغل تتعب قوي قبل ما تشتغل وأنت بتشتغل تشتغل وأنت أقولها لك بالعربي كده وأنت مغمت مغمت في النتيجة ومغمت في الشغل نفسه لأن أنت تعبت وأنت قبل ما تبدأ عملت بلان عملت سيرجيكال جايد فبقيت عارف أن داخل منين ودرجة الميل بتاعي إيه فأنا مش محتاج أن أنا أو أنا شغال عمال أفتح وبص لأ ده كده ده ممكن يحصل لي مشكلة هنا لأ أنت شغال من الأول عامل بلان سليمة ووصلت من البلان السليمة بتاعتك لأنك حطيت الزرعة في مكانها السليم و وتمام وتمام ده دلوقتي إحنا إحنا دلوقتي عندنا برضو أحد الزرعة في العالم تمام؟ وجينا حطناها بس جات لنا كيس واحنا بنحط لها الزرعة عندها تآكل شديد في العظم وفي القسم تمام؟ طيب هنعمله إيه؟ هنيجي نعمله سنة لو مش إحنا ده كدر التجميل حاجة عامله سنة هو عنده العظم المتاكل أهو هعمله سنة طولها 16 ملي ما ينفعش ما ينفعش يبقى هنا أعمل إيه؟ هنا أقوم أعمل حاجة اسمها هايبرد بريدج أو هايبرد بوتيزيز تركيبة هايبرد يعني هايبرد يعني إيه بنسميها إيه؟ مكسد أو فيها جزء مركبة مركبة تركيبة مركبة تركيبة مركبة تمام؟ تعوض لإيه لسه منها مركبة؟ تعوض اللسه بس السنة إنها بيناك إنها لسه فعلاً بص ما هو حاجة الرسمة لما تعمل بالكمبيوتر انت ناحت شكل اللسه بالظبط على فكرة إحنا لو نزلنا الشفايفو وشفت شكل السنة وهي خارجة من الشكل اللسه بص اللسه أخذ تعريجة اللسه واخد البابلة واخد الحرف الرفيع بتاعها يبقى أنا هنا عوضت لك إيه؟ لأن أنا إنت كيس مش قادر أكبر لك الزرعة مش قادر أكبر لك العض مش قادر أعوض لك اللسه هنا أنا بعوض لك شكل اللسه بتاعتك بس حاطت لك زرعة تشيل الكلام ده لأ إلا أنا هنا عندي زرعة وده مهم قوي عندي التركيبة دي طويلة فبالتالي اللود الحامل الفالكرام طويل ودي مشكلة كبيرة ناس نخدش بنا منه دوتلهم حطت زرعة 8 ملي ومركب عليها تركيبة طولها 16 ملي طب حقيقة التوقم يعني التلقم بينهم إيه؟ الأحمال متوزع إيه؟ يبقى هنا لازل تكون زرعة زرعة أنت متطمن لها عشان لما تحط الزرعة الكبير التركيبة دي اللي مع ودرك الكلام ده تبع عارف أنها إن شاء الله هتعيش دعا دي حالات قبل وبعد دي حالات قبل وبعد دي بالروكسولت دي بالروكسولت زي ما أنت شايف ده حتى باين الأوباسيتي بتاعته عالية قوي هنا التعامل معي أنت هنا في منطقة ثاتيك زون ثاتيك زون يعني منطقة جمالية حيث أنا لو وريتك الصورة اللي تحت على الشمال اللي وحدها وقلت لها هيك تطلع للسنة اللي تزرعت يعني متى يقلي ميت واحد ما فيش واحد هيطلع الجزء اللي تزرع أنت في الجزء ده أنت محتاج تبقى متأكد أن شكل السنة هيبقى ماشي أو الزرعة الشكل النهائي لأنه لما تزرع في الأثاتيك زون أنت مطلوب منك حاجتين مطلوب منك أنك تعود الفونكشن أو الوظيفة والشكل فهنا لازم تكون عامل حسابك أن يكون الجزء الخارجي للزرعة مثلا زيركونيوم علشان خاطر ما يدينيش الدلنس بتاع الأباطمنت التايتينيوم يبقى هنا كل منطقة بتعامل معها بناء على احتياجاتي وبناء عن احتياجات الحالة كل شكرا تقدير للضيف العزيز القمة العلمية المتميزة لأستاذ دكتور نيرو دينيوم وصفها طبعا خصائية تجميل الأسنان وتركبات تابعة عضو جمعية الدولية لزراعة الأسنان بجماعة نيويورك ورئيس مجلس إدارة بركز وايتي الشهير حوار مثير وعنيف ولكن في النهاية في علم كتير لكن في موار وما فيش أهمة من سنة كتب تم بيها خليجوا معنا بترويش مع التدام حيلا اللقاء